مرحبا بك يا شباب النهاردة إن شاء الله عندنا التمرين الضهر التجهيز لأولينبيا بإذن الله أنا وصلت إلى اللندن من يومين ونهاردة إن شاء الله أول التمرين الضهر وإن شاء الله حاولي أصوركم الفترة الجاية كل التمرين على الأبد الماضار يلا بي ترجمة نانسي لك ترجمة نانسي جيد ند من ترجمة نانسي نترك بحاول لا زودش وزني كتير بحاول بس ان انا مرن عشان مفيش كارب عشان ما عملش هاد ما كتير للعضلات فبحاول كادر الامكان ان انا يعني عشان فيه ساعتين كاردو برضو فبحاول ان انا في التمرين الحديد اكوني مش اللي انا اخلصتك تطول في الحديد وبيتي اليوم اعملش عمدس شفاء عشان الفتر اللي فاتت عرصت شوها في التمرين كانت العضلات بتوعية فترة طويلة لما تعمل الكافر كان صعبا ان اعمل كاردو ان انا اتمرن مرتين كاردو كل اليوم كان فهديت مسلمين شوها في العادة انا اول جهاز بلعبه بخلي مثلا مجموعتين او تالت مجميع تسخين بس مش محسوبين بيكون الوزن الخفيف وتكرار فيهم معالي شوية عشان نسخن الزوال اللي نشتغل عليها وبعد كده بابدأ زيدي الوزن ما بخشش بوزن اتين مرة واحد عشان اتفادة الاصابات على قد موضع كم تحفين الوزن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجولة خفيفة الوزن خفيفة ما بجيبش خمستاشر رقف بكمل للعشرين عادي فالعادة هي من عشر خمستاشر عادة في الايام اشتركوا في القناة 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 في العادة شباب انا ما بعتمدش على الوزن افضل ما بعتمد على انا ادي حاس بالعضلة يعني لو زودت زودت الوزن وما حسلتش بالمجموعة ما بازلتش الوزن كتير الوزن اللي انا حسلي بالعضلة مش الوزن اللي انا اشتره خلاص انا ممكن ما اكونش اشتر واحد في اللعبة او احسن واحد بس انا بقول على التجربة اللي انا مرت بها والحاجات اللي انا شغل عليها فاللي حابب يجرب يجرب واللي مش حابب يجرب اوكي بس انا بحاول افيد الناس على قد مقدر همه! اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما اشحاس بالزاوية 100% احاول تغير الجهاز. طبعا ما اشحاس بالزاوية فلس مش مهم اتلعبها. فيه ممكن تعرف تجيب الزاوية من اي جهاز تاني. يعني انا الجهاز ده مسلا ده بحس فيه بالزاوية بتحتي مش مية في المية. فما بالعبش على الكثير. مش هو الاساسة عندي. تمام? الجهاز ده مسلا زاويته معا مضبوطة كثير. وبحس فيه. طبعا? وبحس فيه. بشتغل عليه. ممكن يبقى اساسي معاف تمريني. بحاول عشتغل على 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 الزاوية اللي انا بحس فيها. والتمرين اللي هي شغال عليها. بس لو انا عندي عضلة ضعيفة وعضلة. لازم نشتغل عليها. لازم نركز عليها بس اجهزة تانية. مهم لازم نتحسر الزاوية 100% مهم لازم نتحسر الزاوية 100% تحتاصي وصف كثير من تراسيرهم. مهم لازم نتحسر الزاوية 50% ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة